السلام عليكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله هني حدير معاكم عجينة مورقة كنتوا طلبتوها بزاف مني قايلوا لي ديريها بطريقة الوراشات اليوم إن شاء الله بيت الطلب بتحكم وحنديرها لكم بجميع تفاصيل تبعوا معي الفيديو حتى الآخر أهاكذا بشتعرفوا على المقادر وطريقة التحضير وقبل ما نبدأوا الفيديو ما تنساوش ديروا لي جام وإذا ما كمش مشتركين ديروا لي أعبوني في القناة وفعلوا الجرس هكذا بش لي فيديو تواعي ولي ويوصلكم خطر كيم بزاف لي ما يتفاعلوش في الفيديو ومبعد دايو لي ما يخرجوهنش الإشعار بكها انجوزو على بركتي الله نبدأوا في طريقة التحضير ونفس الوقت نعطيكم المقادر بالنسبة للعجينة ويش نحتاجو هنا عندي هنا في البول تالبيت خان عني دايرة 750 جرام بتاع الفارينة وفي هذا البول بجيها هذك 250 جرام اني حطتها هنا بجيه ووحدها وعندي هنا نص ديتراتة على الماء يكون بارد وحوالي 4 كأس تاع الزيت تحنا 40 جرام عندي 20 جرام تاع الملح و10 جرام تاع الخل حوالي ملعقة كبيرة هذو هم المقادر وعندي 500 جرام تاع المارغارين تاع الفيتاج هنا في البول قبل اني ديترات 750 جرام تاع الفارينة نازلت معاها اه 20 جرام تاع الملح وعندي 10 جرام تاع الخل و40 جرام تاع الزيت وحوالي 40 جرام حوالي 40 جرام حوالي 4 كأس تاع الزيت قدرت السماء قادر كامل كيف كيف وهذك النص اللي تراتع الماء بارد ندير ننصف الكمية تاحا ومبعد نديرها تتخلط في البيت خان شوية برق ومبعد باش نبدأ نضيف في الماء هذك نلم به وحوالي 150 جرام اللي قادر تلمل هذك الكيلو نحطها بجيه هذك ما نشح نستعمل هذك المهم احنا ما نشح نحبسوني عجنوها ولا خطر تخرج لكم العل كتح هذه العجينة جاهد ما تتلم ببرك ومن الافضل استعملوا فاريناتي سيكون تسنك الخاصة بالمو ملاحد اهنا راني اللي كملت هذك النص اللي تراك كاملت على الماء نتحصلوا على عجينة تكون طرية وتتلاسق عادي كاين اللي يقولك كاين بزد انواع تاللي بعد هذو متاع باتفيته كاين اللي بلوها شوية شداروها وكاين اللي ديوها بهذه الطريقة تكون تتلاسق ومبعد كنكونوا نخدموا فيها نكمل وندخلوا لها هذك الفارينة اللي خليناها قادرنا نكملوها نصف تاحا مشي كامل مهم ما نشح نستعملوا واحد الكيلو هكيك هوا جيناها ناقص شوية شوفوا خلاص انا هناني الميتها العجينة متخليوها يش تتخلط بزيف وتقدر تلموها غير بيدكم مهم تكون عجينة هكذا تكون طرية ومبعد هنا نقلبها في كشبول واحد اخر ونغطيوها وخليوها تريح حوالي 4 ساعة باش نبدأ ونخدمو بيها وكاين نغطيها هنا بعد ما اجازت لي هذك 4 ساعة خليتها ريحت نرش هذك بلونديو تخافا يتاعي مليح بالفارينة فارينة العجينات هنا هي طرية رشوا مليح كوش مليح على الفارينة وحطوا العبات التحكم سوف ندلتها لكم بجميع التفاصيل هذه العجينة المورقة تبعوا برك مليح الفيديو حكذا باش ما تفهموا مليح الخطاوات كيفها هي السهلة ما فيها ويلو هنا انا حطيت العبات التاعي فقدك الفارينة ونحلها بها بعد ما تفهموا نحلها بهذه الطريقة تبعوا الزبدة التاعي في الميكرون تدرجها الراتبورك لكي يتبعوا على حساب العجينة لا نسحق الزبدة تشترونها لا نستطيع ذوبها كم يطررها تبعوا قومتها كما العجينة بالتقريب ثم نغلقها بهذه الطريقة ونغلق الفيديو وراه واضح ثم نغلق الفارينة نغلق مليح مليح ونغلق بشكل طولي نعطيها الطولبرك قام بشكل طول هده عبد لا م 물 نقوم بشكل طول ثم نبدأ بنفس الأجم Il ثم نغلق حمد بشكل طولبرك فقام بشكل طولبرك لنقوم بشكل طولبرك شكل طولبرم فقط يسمى لا بشكل طولبر divided by هذا هو الطول فقط يسمى مليح نريك اصيبها ونب whatnot نضع مالذية نضع نقوم بشكل بشكل بضع نضع نصف مالذية ساعة نضع ثالثة 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 نضع ونقوم بشكل 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 البنز حتى نقوم بشكل 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 صورتها نريد هنا نظر السلوذي نروح أفضل ثالثة لا يجب أن نحلها كبيرة كبيرة نعطيها لطولبرك وسيجب أن نحلها من الواسط للفوق ومن الواسط للتحت هنا قلبتها بالعرض نحيو الفارينة الزيدة هذا الفارينة الثانية في كل مرة نحيو الفارينة الزيدة نغطيها ونجعلها تريح أربعة ساعة لتخدمها لطولنا هذا الفارينة الثانية بعد أن نجعلها تريح نحلها لطولنا لطولنا سهلة في الحلين نحيو الفارينة الثانية ونجعلها لطولنا هنا قلنا نجعلها لطولنا نكمل الطوغ الثالث والطوغ الرابع ونجعلها تريح لأربعة ساعة ونكمل المهم السهلة هذه العجلة الموالغة تحفظوا برك القاعدة أن نستعملوا ستة طوغ ما بين كل دو طوغ نجعلها تريح هذا ما كان بسهلة ما فيها ويل تتخلط طلقم هكذا تشوفوني راني نخدم في الفيديو ولكنها سهلة حافظوا بركة القاعدة بتاع هذه العجينة تجيكم سهلة وكل مرة قدرشو بالفارينة وما بين كينكو النطوي دائما نحو هذه الفارينة الزايدة وكيراني نحل نحل الغرب الطول بعدين هنا دورتها هكذا باش ندير طوغة تاعي ندير طوغة ثالثة نطويها ونكمل العملية كامل كما درت نحل ونحل طوغة الرابعة ونخليها تريح بعد ما خليتها ريحت كنت تدرت طوغة الرابعة هذا بقليل الخامس والسادس ونجدها نكمل كامل نفس الطريقة نحل بشكل طولي بعد نعود نديرها بالعرض ونطويها طوغة واحد اخر سامبل وهو الخامس ونزيد السادس وتكون واجدة هذه الباتفيرتي كنتو حوزت عليها قتولي ديرينا باتفيرتي كما راهم يعلموها في الوراشت يخيدرتها لكم اليوم ورشة مجانية هذه هي الطريقة التحا سهلة ما فيها كامل ما فيها تعقيدة ولا برك احفظوا برك وش قلت لكم كش مفهمتوش ولا خليولي في التعليقات نجاوب عليكم هذي حنزيد التوغ الأخير هو السادس نكمل نحلها كما شتوب الطول بعد نعود نديرها بالعرض كي نطويها وتكون العجينة المورقة تعنارها هي واجدة ملاحظة هذي الكمية راح تخرجنا كيلو وثمانمائة جرام تع العجينة المورقة بالنسبة للسعر كل واحد شعروا يحسبها 35 يحسبها 40 ألف وانتوما على حسب السلعة كان يشري من عند الحانوط قبلها كان يشري جغو كل واحد يدير السعر وش يناسبه هذي عجينة مورقة تعنارها هي واجدة ملاحظة ثاني وحد اخرى متخدموش بها قبلها خليوها في الفريجيدر على اقل زود ثوائع او ثلاثة باش تروحو تخدمو بها حتى تبرد النملة احترية و بعد تكون واجدة وبالنسبة لطريقة الطهي بزف تتلفلهم شوفوا عاجينة مورقة دايما الطيب على ميتين دراجة حوالي 11 تقايق و بعد نقصو لها درجة الحرارة 180 خليوها تكمل الطيب هذي هي ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتها نهار اليوم متنسونيش بليجن في الفيديو بارتاجيو الفيديو مع ليزامي تاوحكم خليو لي تعليقاتكم حكذا باش تشجعوني وتحفزوني في القناة باش ننشط معاكم نقول لكم بقى الاخير وتهله في روحكم وسنوني شاء الله في وصفات جديدة سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر